السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم مناسبة السنة الأمازيغية الجديدة سوف نقدم لكم طبق طبيعة الحلم الأطباق كل بلصة حسب المنطقة وحسب الحاجات المتوفرة في الأرض يتعاملوا أكلات مخصوصة لهذه الليلة نسميها الشلوح اما العصيدة اما هاد بركوكس يتعاملوا بركوكس كل منطقة حسب يعني كل بلصة تدير طبق خاص انا قدرت لكم بحكم انني شلحة فهذا الشي اللي يكون عندنا انا سبق وقدمت لكم ولكن هنا اعملتوا بالبركوكس الكامل والتات التزيين يعني حاولت نغير على التزيين والتقديم البسيط فهنا يا عندي نوعين من بركوكس عندي هادك البيض اللي بدقيق العادي يعني بدقيق البيض وعندي الاخر اللي بدقيق القمح الكامل طبع تلحال هاد بركوكس انا ركنا ناخده ديال التعاونيات ديال الجمعيات جاهز هادك الديال الكامل هو هاده هاده الباكية دياله اخذتها من كغفوغ واحد التعاونية كي نفسها هي اللي كتخدمه هاده المنتجات هاده هاده البيض واخده اعتقد من مرجان ما عقلتش وش مرجان ولا بلاسة اخرى المهم ديال شاركة اخرى وهذا كين ديال الشاعير هاده بقي ما بديتوش ولكن هاده ديال الشاعير كيكون زوين لان انا مجربه فكيكون صحي اكتر وزوين وحتى الطعم دياله ومن ناحية الجودة هاده الشاركة هاده الشاركة الاخرى اللي وريتكم هاده هاده كالقهر خاص بستاشر درهم راية مكتوبة ولكن هاده ما كان فورهش كزاف هاده كان عمل به هاده كبركوكس بالحليب بركوكس بالقامة شي حاجه في حال هاكده وكينتهوف وحد شي تعاونيات هي غير في واش سيدي قاسم المهم هذا كان ورهه لكم هو الافضل على الاطلاق في هذا الشيء اللي وجدت هنا اول حاجه نخلطه النوعين بركوكس ونرشه للقدر الكافي من الملح اول رشة ستكونوا حادرين فيها لا تكتروش فنعملوا كاس اللاروب ديال الماء كيهز مئتين واربعين ميليليتر يعني ربع عطر ديال الماء وفي الرشة الأولى كتبقى وطر شوية بشوية 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 يعني ما تجيو شو تفرغوا الكاس في النوبة كتبقى وديروا شوية وهكده تحركوا بيديكم بتفاديل ان يوقع لكم شو مشكل في الطياب يعني تعجنوا ولا شي حاجه فغادي نبقى نرشه هكده بالتدريج وانايا كان حرك كتبقى كما كان عملوا السكسو العادي يعني كان كان حركوا هكده براس ديال الصبيعات مشي مثلا كما كان عملوا بلا 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 كما كان بقون ديال الصبيعات بشوية 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 ويبقى في نفس الوقت تبقى الحبات مفكوكة هنا كنقول لكم بأنني الرشة الأولى عملت قاس لاروب أمود بشوية لانك تجمع واحدو ندهن الزيت الزيتون نستغنى ندهن الزيتون نستغنى الماء اضعه و أضعه و أضعه لقد أضعه قريبتها المجدد نقلب الكسكاس نقلب الكسكاس نقلب الكسكاس نقلب الكسكاس نقلب الكسكاس يشرب القدر ونقلب الكسكاس نقلب الكسكاس كمية كاملة كيلو لاروبي 750 جرم البركوكس حتى تشرب الماء وحسب الماء ومعجنين هنا تنقية العوين لتدفع والفورات الثانية اضافة و اضافة. اضافة و اضافة و اضافة. اضافة اضافة و اضافة و اضافة تقريبا 25-30 دقيقة. اضافة ماء. اضافة من اضافة لديك من الوقت و اضافة. تبقى تأخذوا الحبابين يديكم و تضيفون حتى نوعية البركوكت تحكم كيف يأخذ وقت وكيف يأخذ الماء وكيف يأخذ بثاف نضيف شيت الكاس الأول و نضيف نصف الكاس الثاني 240 مليلتر مع 360 مليلتر نقلب نفس الوقت نستعين بالفرشيطة و قدر ندخل ديارة نضيف نرشيط بالقدر المناسب نفوها و نصرح الكبير كوكت في القصرية و ننضيف ندخل ديارة الثالثة هنا يمكنك تصابق بفرشيطة و نضيف نصف الكبير و نضيف نصف الكبير و نقوم بتفضيل الكسكاس و نضيف كبير نضيف كبير فنضيف نضيف الماء نضيف نصف الكبير نضيف الكبير و نضيف 30 دقيقة طوله في المدة أحسن يأخذ الطيب مزيان على أن نعطيه قوة الماء نقلب الفورة الأخيرة هنا تبدأ وتبرده هنا انا انقصت مع مفورة بزاف فانقصت اضطيه نظيم في طبق التقديم اضطيه الزبدة اضطيه الزبدة اضطيه الزبدة نضيف الملعقة نضيف الملعقة نضيف الملعقة journal الجمعة نضيف الملعقة كما تع 결قى علي المآل ونحن نفقه بأملوك وعسل كذلك وإذا لديك زيت أرجان وزيت الزيتون حسب الحاجات التي تنسب ضوءكم تريدون أن ترافقوا بها وكذلك الحاجات التي تريدونها في الإمكانكم ترجمة نانسي قنقر